ننتقل المشاهدين إلى باريس مع دكتور أليكساندر كاتب خبير شؤون السياسية الأوروبية. دكتور برأيك كيف ممكن أن تؤثر هذه الانتخابات مع نتائجها على العلاقات الأمريكية الأوروبية؟ أهلا وسهلا شكرا على استضافي. نتائج هذه الانتخابات غير متوقعة كما رأيناه مع هذه الموجة الحمراء التي لم تتمثل حقيقة في النتائج. وخصوصا في مجلس الشيوخ. وهذا قد يؤثر على العلاقات الأوروبية الأمريكية بصفة إيجابية. إن الرئيس بايدن قد يكون الفائز في هذه الانتخابات. حتى ولو النتائج تظهر إبراز الجمهوريين في مجلس النواب. فهو يعزز من وضعه ويمكن له أن يتراشح في الانتخابات الرئاسية القابلة. وهذا يعطي شيئا من الاستقرار للسياسات. خصوصا السياسة الخارجية التي يسيطر عليها بصفة أكبر من السياسات الداخلية. وأيضا بعض المواضيع مثلا كالصين وروسيا وأوكرانيا. التي فيها حقيقة بعض الإجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. دكتور تقارب الأرقام بين الجمهوريين والديمقراطيين. كما هو أصبح معلوم. لن يكون هناك من موجة حمراء كبيرة كما كان متوقع في استطلاعات الرأي. إما هذا التقارب أو وجود منافسة بين الحزبين. وجود كونغرس منقسم كما يبدو مجلس النواب سيكون بيد الجمهوريين. وإذا استطاع الديمقراطيون اليوم الحفاظ على مجلس الجوخ. هذا الانقسام في الكونغرس. كيف برأيك سينعكس كسياسة خارجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية؟ نعم حقيقة هذا الانقسام لا أظن أنه سيؤثر جدريا على السياسة الخارجية الأمريكية. فكما قلت هناك إجماع على بعض المواضيع. مثلا الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا. وأيضا السياسة التي وضعها رئيس بايدن وقبله رئيس ترامب. إتجاه الصين وهي سياسة أكثر تركز على الصين كليس عدو. ولكن بصفة منافسة لسيطرة الأمريكية على العالم. وهذا ما رأيناه حقيقة في كل ما عندما نانسي بيلوزي ذهبت إلى تايوان. وغيرها من القرارات التي اتخذت من طرف الرئيس بايدن. والتي هي تعزز ما فعل به الرئيس ترامب. ففي هذه المواضيع لن يكون هناك تغييرا جدريا. قد يكون بعض الانفصال في بعض المواضيع الداخلية. وأيضا بعض المواضيع الخارجية. مثلا في وضع معدلات الضرائب المشتركة على صعد مجموعة السبعة. وبعض المواضيع كهذه التقنية. ولكن جدريا على الأسس الأساسية وعلى المواضيع الرئيسية التي تمثل وتشكل السياسة الخارجية. لن يكون هناك تغييرا. ولكن من الناحية الثانية دكتور أليكساندر. الشعبوية. الأحزاب الشعبوية. الأحزاب اليوم التي ترتفع شعبياتها وأرقامها في الانتخابات الأخيرة في أوروبا. إن كان في باريس. في السويد. صعود اليمين المتطرف. وسياساته التي تسعى ضد التوسع. شهدنا ذلك بداية مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بريكزيت. هذه النزعة اليوم في أوروبا. كيف ممكن أن تؤثر على السياسات الخارجية. وعلاقاتها مع الولايات المتحدة. التي تسعى إلى أن يكون هناك تحالف أقوى وأكبر. ضد بعض الدول التي تسعى إلى كسر هذا التحالف الموجود بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. أكيد بطبيعة الحال. صعود هذه الرؤية الاجتماعية والسياسية في أوروبا. والأحزاب المتطرفة أو الشعبوية. هي قد تغير شيئا ما سياسة اتجاه روسيا وإتجاه أوكرانيا. مثلا في شأن العقوبات. وتأثيرها على أسعار الطاقة في أوروبا. فهناك العديد من الأوروبيين يريدون أن يغيروا من هذه العقوبات. حتى لن تكون هناك أسعار مرتفعة. ولكن اليوم لا نرى كيف يمكن الرجوع إلى الوضع الذي كان من قبل الأزمة الأوكرانية. وحتى هذه الأحزاب الشعبوية مثلا كالحزب التجمع الوطني في فرنسا. فهي ترى أن يلزم عليها أن تساند الشعب الأوكراني. وغيرت شيئا ما في الاتجاه نحو روسيا التي كان لديها من قبلها. أسعار الطاقة بالتحديد. هذا ملف شائق جدا على أبواب فصل الشتاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لن تتغير. ماذا يمكن أن تفعل الدول الأوروبية. بعض الدول الأوروبية التي تتخبط بأسعار الطاقة. تتخبط أيضا باستياء المواطن الأوروبي. هل هناك من طلب معين برأيك للإدارة الأمريكية بتغيير السياسات. كيف ممكن أن يعالج هذا الملف بعد انتخابات التجديد النصفي. ولكن وجود إدارة أمريكية هي إدارة الرئيس بايدن. بطبيعة الحال هناك موضوع يرتبط بتضخم الأسعار. لا سيما في أوروبا ولكن أيضا في الولايات المتحدة. فنرى أن أسعار المنتوجات البترولية في الولايات المتحدة. الوقود بصفة خاصة يبقى مرتفعا. هناك ضغوط كبيرة لخفض هذه الأسعار. وللضغط على الرئيس بايدن وعلى الإدارة. لكي يفرضوا قرارات تضع حدا لصادرات النفط الأمريكية. وصادرات المنتوجات النفطية الأمريكية. ونرى هذا منذ عدة أشهر حقيقة. وهذه الانتخابات ونتائجها قد تعزز هذا التيار الاعتزالي في أمريكا. الذي يريد أن يفيد المواطن الأمريكي أولا. هذا التيار اليوم له جذور. وهو ممثل حتى في الحزب الديمقراطي. وخطأ الرئيس السابق ترامب. يعني إجعل أمريكا عظمى مجددا ضمن الحزب الجمهوري. ممكن أن يكون انعزاليا أكثر. وأيضا كما سياسات التي هي ضد التوسع في الأحزاب اليمينية المتطرفة. التي ترتفع أرقامها في أوروبا. شكرا جزيلا الدكتور أليكساندر كاتب. خبير أشؤون السياسية الأوروبية. حدثنا مباشرة من باريس.